إذا عندكم إجهاد في عضلات الرقبة أو آلام خفيفة ممكن تستخدمون مثل هذه المخدة أو تيبون فوطة تسوونها مثل الرول وتحطونها ورنقوبتكم تنسى تحون عليها 15 إلى 20 دقيقة بعدها تحسون بالراحة ترجع لكم الابتسامة ثاني علاج لمشكلة الطقطقة في ركبنا اللي نسمعها من خلال تمارين التمد التمارين التمد لعضلات الفخذين راح تريح كثير الركبة خاصة الصابونة في الحركة مثل الفيديوات اللي أمامكم راح تكون جدا نافعة أول علاج لمشكلة الطقطقة والأصوات في ركبنا تمارين التقوية تمارين التقوية للفخذين راح تشد لي العضلات وتشد لي الأربطة والأوتار ونتخلص من الأصوات هذا أول الناس اللي عندها دوالي في الساقين وينتج عنها تورمات في القدم والساق خلحط في بالنا أن هذه التورمات نتيجة زيادة السوائل في هذه الأماكن إذا سوينا التمارين اللي موجودة أمامكم راح تقل عندنا هذه التورمات تمرين بسيط لتقوية عضلات الرقب باستخدام وزن الرأس نرفع بهذه الطريقة إلى الأعلى وكذلك ممكننا أن نطالع الأجناب نكرر حق كل جهة ثلاث جولات كل جولة عشر مرات وهذا تمرين جدا بسيط من أثر أسباب آلام الرقب اليوم هو الاستخدام الخاطئ للتيلفون خاصة لما نقعد عليه لساعات طويلة شو كل فرق بين لما أمسك الترافون بالطريقة هذه أو لما أرفع بالطريقة هذه شو فرق وبتشتهم الفرق وايد تمدد مهمة جدا لكل عضلة راح تشتغل عليها تشي فيها حديث أو أنك أنت راح تعمل فيها مجهود عالي تخليها على كل وضع لمدة عشرين إلى ثلاثين ثانية وتكررها من ثلاث إلى خمس مرات مهم جدا وإلا راح تعرضها للإصابات شوفوا مسكة السكان الخطأ كيف ممكن تسبب لنا آلام إذا نمسك السكان بهذه الطريقة الكتف وايد يكون مرتاح إذا نمسكها من فوق بهذه الطريقة راح يكون هناك في شد مستمر على أربطة عضلات الكتف لذلك ينتج عنها آلام بخلف الكتف وايد ناس لما تشتغل على مكتبها أو لما تدرس تنحني بهذه الطريقة باللقوبة لساعات يوم بعد يوم يطلع لهم آلام وايد كبيرة في الرقبة ارفع الشي اللي قاعد تقرار واحفظ استقامة رقبتك واحفظ نفسك من آلام وايد كثير